انتهى موسم 2021-2022 وبدأت الاندية في التحرك لجلب اقوى صفقات لموسم القادم والتحضير بصفقات كبيرة وقوية طبعا في هذا الفيديو سوف نتعرف على افضل عشر صفقات تمت رسميا في هذا الصيف الحالي واقوى الصفقات التي تمت طبعا سوف نتعرف عليه في هذا الفيديو وسوف نتحدث عليه بالتفاصيل فالمطلوب فلا تنسى الاشتراك وليك للفيديو سليكاك الجديد ولنبدأ على اكتلافية التحصيل اولا لا تنسى الاشتراك وليك فيديو وان تكمل الفيديو الاخرى وان تضع ليك وشكرا ولنبدأ على اكتلافية التفاصيل والتعرف على هذه الصفقات التي تمت رسميا في هذا الصيف لموسم القادم 2020 والبداية مع الصفقة الاولى وهي صفقة نادية التنهام الانجليزي تحت قيادة المدرب الايطالي كونتي الذي قدم مباراة كبيرة مع فريق تطنهام هذا الموسم وكونتي افضل رغبة في التعاقد مع اللاعب الكرواتي بيريزيج واللاعب البيريزيج انتقل رسميا الى الذي تطنهام للموسم المقبل وسوف يتواجد عليه سوف يتواجد معه في الموسم المقبل وسوف يشارك معه في دوري ابتال اوروبا بيريزيج الذي فاز بدوري الايطالي وبكاس ايطاليا مع فريق انتير وقدم مباراة كبيرة هذا الموسم وكان من افضل لاعب الانتير هذا الموسم انتقل رسميا الى نادي تطنهام الانجليزي تحت قيادات كونتي في الموسم المقبل اللاعب بيريزيج قدم موسم كبير هذا الموسم واستحق هذا الانتقال وانتقل اللاعب بيريزيج بالشكل المجاني الى نادي تطنهام كاول صفقة للنادي اللندني هذا الموسم بانتقال الكروتي اليها اللاعب الموالي وهو اللاعب البرازيلي فليب كونتينيو الذي انتقل بشكل دائم من نادي بارشولا الى نادي استون فيلا بصفقة قيمتها 20 مليون يورو كانتقال بشكل دائم تم معan كونتينيو تمت اعارته من بارشولا الى استون فيلا في الموسم الماضي وقدم مبارس كبيرة وسجل اهداف مع فريق استون فيلا وابدى استون فيلا رغبته في التعاقد معه بشكل دائم وهذا ما نجح في استون فيلا ان يتقا قد معه بشكل دائم مع البرازيلي فليب كونتينيو تحت المدرب الجيرارد الذي ابدى رغبة قوية في التعاقد مع البرازيلي بشكل دائم وبشكل مستمر وانتقل النجم البرازيلي هذا الصيف إلى نادي أسطن فيلا وسوف يكون حاضر مع أسطن فيلا في الموسم المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة الجراد اللاعب فيليب كونتونيو لم ينجح مع نادي بارشنا لكن قادر عن ننجح مع نادي أسطن فيلا وأن يقدم موسم رائع وموسم جيد لنمر إلى اللاعب الموالي اللاعب الموالي وهو اللاعب مغربي عربي نوصا المزراوي الذي انتقل من آيكس أمستردام إلى نادي بار مونيخ بشكل مجاني إلى موسم إلى أربع موسم سوف يتعاقد معه بار مونيخ اللاعب قدم عروض كبيرة مع نادي آيكس في الموسم الذي قدم معهم وانتقل بشكل رسمي وأعلنت الصفقة أن اللاعب سوف ينضم إلى نادي بار مونيخ إلى موسم 2016 بصفقة مجانية بعد اتهاء عقده مع نادي الهولندي آيكس أمستردام نوصا المزراوي قدم مباراة كبيرة هذا الموسم وكذلك موسم كبيرة مع نادي آيكس السابق ونتمنى أن يقدم إضافة لنادي البفاري وبالتوفيق للاعب المغربي العربي نوصا المزراوي مع الفريق الجديد وأن يقدم أداء يلق بهذا اللاعب الجيد صاحب الإمكانية العالية والجيدة وصاحب لعب تابت في الأداء وجيد في المباراة الكبيرة وشاهدنا في مباراة مع فريق آيكس في الدوري أبطل أوروبا للموسم المقبل قدم مباراة كبيرة ورائعة طبعا نوصا المزراوي رسميا إلى بايا المونيخ اللاعب البوالي وهو صفقة العمر وهي اللاعب النرويجي إيريك هاناند الذي انتقل رسميا إلى نادي ماشيشتر سيتي بصفقة قيمته خمسة وسبعين مليون يورو كصفقة جيدة وصفقة رابحة للنادي الإنجليزي هالند بعدما كان كل أنديات أوروبا ترغبوا في التعاقد معه على رأس هاريا المدريد بارشونا باريسان جرمان ماشيشتر رونيتد وإلى غيرها انتقل إلى نادي إنجليزي وهو نادي ماشيشتر سيتي الذي حسم الصفقة بشكل جيد وبطريقة جيدة وسوف ينضم اللاعب النرويجي هالند الموسم المقبل تحت قيادة الإسباني بيبي جوارديولان الذي أبدأ رغبا قوية في التعاقد مع النرويجي إيريك هالند اللاعب الذي تألقى مع بوروسيا دورتمون وكان أفضل لعف بوروسيا دورتمون للموسم الماضي وكان هده بوروسيا دورتمون للموسم الماضي سوف يتواجد مع نادي الجديد نادي ماشيشتر سيتي للموسم المقبل النرويجي إيريك هالند اللاعب المولي وهو لاعب نادي تشيتي اللاعب أنطونيو روديغير الألماني الذي انتقل رسميا إلى نادي ريال مدريد الملكي قادمة من تشيتي هذا الصيف طبعا أنطونيو روديغير كان من أفضل مدافعين الذي يتواجدون في العالم حاليا يقدم موسم خيالي وساهم بالفاوز في دورة أبطال أوروبا وفي كاسة العلم الأندية وفي السوبر الأوروبي مع ناديه تشيتي وطبعا انتقل رسميا إلى نادي ريال مدريد واللاعب سوف ينضم الموسم المقبل وسوف يتواجد مع نادي ريال مدريد تحت قيادة الإيطالي كارلو عنشلتي الذي أبدى رغبته كثيرك في التعاقد مع الألماني أنطونيو روديغير قادما من تشيتي الصفقة المولية الصفقة Project هو صفقة دياغو كارلوس قادما من نادي الأندلوس الابطال إيشبيليا اللاعب الذي انتقال من نادي إيشبيليا إلي نادي أستون popularity هذا الموسم بشكل رسمي راسمي وتمت استفقى بنجاح للنادي أسلون فيلا الذي تعاقد مع دياغو كارلوس البرازيلي قادما للإشبيريا. دياغو كارلوس كذلك لاعب جيد في الدفاع ولاعب رائع آآ في الدفاع وقدم موسم جيد مع نادي إشبيريا هذا الموسم في الدوري الإسباني الممتز وكذلك جيراد اصر على التعاقد مع هذا المدافع الرائع المدافع البرازيلي الذي سوف ينضم النادي في الموسم المقبل وسوف يتواجد معه عن جدارة واستحقا. اللاعب الموالي وهو لاعب دانيمارك ولاعبة تشيسي كريستينسن. اللاعب سوف ينضم الى برسنا وقد أعلن نديجة تشيسي ان اللاعب الدانيماركي سوف يرحل عليها هذا الصيف ولكن لم يتم اعلان عن صفقة انه انتقل الى برسنا لكن آآ من الاخبار الموتوقة ان اللاعب سوف يقول للاعب برسنا للموسم المقبل وسوف ينضم الى كتبات للموسم المقبل كلاعب خاط دفاع جديد ولاعب سغر في السير اربع وعشرين سنة فقط سوف ينضم الى نادي برسنا بشكل مجاني آآ وبدون اي تكلفة لالنادي الكتالوني للموسم المقبل اللاعب الموالي الذي معنا وهو اللاعب نادي موناكو الفرنسي ولاعب متخب فرنسا تشاوميني الذي انضم رسميا الى نادي الملكي ريال مدريد بقيمات اعتمانين مليون يورو وزائد عشرين مليون يورو كمتغيرات اللاعب انتقل رسميا وتم الاعلان عن الصفقة اليوم بانتقاله الى النادي الملكي قادما من موناكو بعد موسم جيل تشاوميني الذي جلبنا الانظار من مختلف انديا على رأسها ليفربول ماشيش ترونيتر وبرشنا وريال مدريد الذي تعاقد مع اللاعب بطريقة جيدة ولكن بتكلفة كبيرة ودخمة بقيمة 8 مليون يورو اللاعب يقدم موسم جيد حاليا مع موناكو وكذلك متوجد مع المنتخب الفرنسي في معسكره ويشارك بالشكل الاساسي ويقدم اضافة في وسط الميدان وسوف تكون صفقة لريال مدريد الى استمر بهذا الاداء الجيد في وسط الميدان مع فريقه ريال مدريد الجديد اذا قدم اداء جيد سوف يكون صفقة لنادي الملكي ريال مدريد والصفقة الاخيرة وهو لاعب نادي ليفربول اوريقي الذي سوف ينظم الى نادي ميلان قادما من ليفربول اوريقي الذي قد لموسم كبير مع ريال مدريد عفوا قدم مباراة كبيرة مع نادي ليفربول وكان اه واحد المساهمين في تتويج بدور ابطال اوروبا لموسم الفينس منتاز بعد داري منتاز عالميا على بارشونا اوريقي انتهى اه تعاقده مع ليفربول وسوف يحل بالشكل المجاني الى نادي ميلان قادما من ليفربول وسوف يكون لاعب لميلان للموسم المقبل طبعا هذه هي السفقات اللي تتمت اه كسفقات رائعة وسفقات كبيرة هالاند الى ماشيست سيتي روديقر الى نادي ريال مدير مزروي الى اه باير مونيخ اسطوفيلا الذي تعاقد مع كونتينيو داقو كارلوس تشاوميني الى ريال مدريد وكذلك صفقة كبيرة تتيب هذا الموسم اه نتمنى ان يعجبك الفيديو بعد اعجبك الفيديو فلا تنسى الاشتراك والاكفيديو تترككم جديد وشكرا على المتابعة ولا تنسى الاشتراك والى اللقاء اشتركوا في القناة